يثير جدلا وسط الموظفين والعمال القرار الذي تم اتخاذه وعقب الثلاثية المنعقدة شهر جوان الماضي أثار زوبعة وسط نقابات الوظيفة العموم التي اتحدت وشكلت تكتلا نقابيا يضم أكثر من 13 نقابة بشرت سلسلة من اللقاءات التشاورية لدراسة الخطوات المستقبلية التي سيتم اتخاذها من أجل تراجع الحكومة عن قرار إلغاء تقاعد النسبي فبعد لقاء الثامن عشر من شهر جوان الماضي التقت نقابات المستقلة مجددا يوم الثالث والعشرين من شهر جوليا الجاري وحددت يوم الثلاثين من جوليا يوما للحسم في الموقف النهائي الذي سيتم اتخاذه تمهيدا للدخول الاجتماعي المقبل والذي يتجه نحو الشل كافة قطاعات الوظيفة العمومي في حال إصرار الحكومة على موقفها الحراك الرافض لقرار إلغاء تقاعد النسبي امتد كذلك لنواب البرلمان حيث بادر النائب رخضر بن خلاف عن حزب العدالة والترمية لمراسلة الوزير الأول عبد المالك صلى للمرة الثانية طالبه بضرورة عدة النظر في قرار الحكومة الخاص بالتقاعد وفتح حوار جد وصريح مع نقابات الوظيفة العمومي قبل أن يتعفن الوظع وتنجر عنه عواقب وخيمة ألجؤ لقرار إلغاء تقاعد النسبي الذي بررته الحكومة بالوظع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد يبقى محل انتقاد ورفض من طرف نقابات الوظيفة العمومية التي دعت السلطات لإيجاد بدائل أخرى